مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة نسمع جعجعة ولا نرى طحينا هكذا صار حال الشارع اليمني بخصوص جوازات السفر إذ أصبحت الشكوى من مشكلة الجوازات على لسان كل مواطن يمني أسابيع يقضيها المواطن اليمني من عمره من أجل الحصول على وثيقة جواز سفر وبمبلغ يتجاوز عشرة أضعاف سعر استخراجه الرسمي أحيانا كما يقول المواطنون فبعد إصدار الحكومة قرارا بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي صار حصول المواطنين على جوازات السفر أمرا في غاية الصعوبة هذه الوثيقة التي من حق كل مواطن يمني الحصول عليها وبمنتهى السهولة والتي يفترض أن تكون مباني مصالح الجوازات على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين وإصدار جوازات السفر لهم بشكل يومي خصوصا بعد مرور خمسة أعوام على بداية الحرب عن صعوبة حصول المواطنين على جوازات السفر ودور الجهة المعنية تجاه هذا الأمر سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع لماذا لم يتم حل هذه الإشكالية حتى الآن رغم مرور نصف عقد على بداية الحرب في اليمن والماذا لا تتم طباعة المزيد من دفاتر الجوازات وفتح بقية فروع مباني منصالح الجوازات في المحافظات الاستيعاب الأعداد الهائلة من المواطنين الراغبين في الحصول على وثيقة جواز السفر كل هذا سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المنصة لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي أخذها مراسلنا من الشارع اليمني مسألة القوازات هو التخاذل من الجميع من السلطة المحلية ومن الرئاسة الوزراء ومن الحكومة الشرعية تم استيناف على إعلان القوازات عشراء قواز بخلال يوم ونص تقريبا تم إصدار ما يقرب ثلاث ألف قواز حسب بطير مصلحات القوازات في تعز تم إغلاق القوازات ومثالك على سبب الكمية الحائلة للمواطنين التي تتواثد إلى أصلاحات الإقلاء والقوازات هناك تصريح أقبح من ذنب تم تصريحها من قبل القيادة المختصة بأن هناك على إقراءات الأمنية أغلقات القوازات وهناك ناس عالقين ومواطنين عالقين أمام القوازات اليوم المواطن أصبح ضحية في مدينة تعز ومنهم من الكرحة ومنهم يريد الذهاب إلى السفر لتلقي العلاج لا يحصل على أبسط الإمكانية وهي القواز هناك قواز يصل إلى سعرهم ما يقارب إلى 200-300 ألف عبر سماسلات القوازات التي يعملون داخل هذه الهقلة والقوازات والتي تعلم بها القهة المختصة ويعلم بها مدير الهقلة والقوازات في مدينة تعز وننقل لسالتنا إلى القهة المختصة بسرعة التاق هذه القوازات بشكل سريع المشاكل التي تعاني منها محافظة تعز هذه الأيام في الجانب القوازات قطع القوازات أنه هناك طلب كبير على القوازات والدولة غير قادرة على توفير الكم الكافي من القوازات في المحافظة والصعوبة التي يواقها المواطن في حال كان لديه منحة دراسية يريد أن يسافر إلى الخارق لتكمال الدراسة فإنه يقص صعوبة كثيرة في الحصول على القواز والمشكلة الثانية ارتفاع أسعار القوازات إلى أسعار خيالية تتقاوز المئة الآن إذن مشاهدين الكرام نبدأ هذه الحلقة ونستقبل أول الاتصالات معنا عبدالصمد القاضي من تعز مرحبا بك عبدالصمد مساء الخير أهلا وسهلا مساء عبدالصمد هل كان لك تجربة في معاملة الحصول على جواز سفر أو أحد معارفك هناك تجربة كثيرة نعيشها على أرض الواقع في مصرحة الجوازات خصوصا الوافدين من خارج المدينة خاصة بعد الإعلان الأخير عن استنافة العمل في الجوازات يعني بعض الأسر رقدت في الشوارع بعضهم في السيارات بعضهم في الرصفة يعني تلاحظ أن الوافدين من خارج المدينة سارع إلى مصرحة الجوازات قبل الفجرة ساعة ثالثة فجراً ومعاناة يرتع لها يعني ارتكبت مصرحة الجوازات خطائياً في نفس الوقت الخطر أول هو الإعلان عن اختناف العمل في مصرحة الجوازات من ما أدى إلى هبوب الناس من جمع المحافظة بالآلاف ووافدين إلى مدينة الفعز مع أسرهم مع أطفالهم يعني كل ما يملكون الخطة الثانية تعليق العمل في الجوازات بأسباب أمنية سواء أو أسباب حسب ما يقولون في مصرحة الجوازات لكن لماذا لا يتم حل هذه الإجراءات قبل الإعلان عن استناف العمل في الجوازات لماذا لا يتم البعض منهم قد تبيع قوازاتهم قبل شهرين ولم يستلموهم يقولون خلاص تم التعليق عن العمل إلى أقلًا غير مسمى يا أخي الجواز حقك مطبوع لماذا تعلقوا لماذا لا تسلم لهم وشيقول لك لا خلاص ما نشتغلش هذه الأيام موقفين البعض هناك أكثر من بالمئات من يريدون أن تمديد الجوازات لماذا لا يتم يعني تمشية معاملات هؤلاء المواطنين الذي مقابل التمديد فقط مقابل خط هل هناك لفتح أبواب سوق سوداء البعض أعرفه وحق المعرفة الذي توثيق عن ذلك أن بعضهم أشتروا استمارات بما يقارب من 100 ألف ريال استمارات لمصلحة الجوازات بالشوارع بالشوارع أكثر من 10 أشخاص عبدالصمت أعفون عن المقاطعة ولكن لكي أفهم جيدا حتى أنقل تساؤلاتك لمدير فرع مصلحة العجرة والجوازات بتاعد لأنه سيكون معنا حاليا لسد منصور العبدالي هناك مواطنين قد أتموا المعاملات وتم إخبارهم أنه تم طباعة جوازاتهم ولم يستلموها لم يستلموها اليوم اليوم تجد الساعة الثامنة الساعة التاسعة صباحا لمصلحة الجوازات في مخيم من العسكر بالبوابة يعني بكل تشنقات قوموا من البوابة يسترحوا من البوابة يأخي يديني الجواز حقيقة قد طبعوا قد هو بالمطبع قد هو بالتسليم يعني هم يستفسرون عن الباز يقول لك بالتسليم يأخي يديني الجواز حقيقة لك اليوم موقفين ما فيش عمل هنا ليش عبدالصمت ليش؟ بعضهم يريدون أن يعني مصروفهم اليومي العسكر يمنعهم من الدخول حتى البوابة بعضهم يا أصحابات كذا لقل في سيارة لقل فيه تنديلوا شيء ولا شيء بيسوق سعودة يدخلك ويسلم لك الجواز وأي خدمات على العنوارات والبعض الذي لا يملك يعني وعادوا متعوز على الرشوة يرجع من البوابة بخفي حنين تمام أيضا هناك نقطة أخرى أريد أن أصوضح منها عنها منك عبدالصمت كان هناك من أحدى التصريحات التي قمنا بعرضها منذ قليل أحد من تحدث قال أن أسعار استخراج الجواز في تعز ربما يفوق السعر المحدد ما صحة هذا الكلام عبدالصمت صحيح وكل تأكيد لدي عشرة أشخاص التي اشتروا جوازات شراء اشتروا الاستمارات فقط بمبالغ بمبالغ أكثر من 50 ألف ريال استمارة فقط بدون تصوير بدون تبصيم بدون شيء في أحد الإخوة اشترى ثلاثة جوازات بـ 300 ألف ريال وما زالوا لم اقتنطباعتهم حتى الآن لكن اشترى استمارات وقابلهم صور أربعة في ستة بدون تبصيم بدون شيء قابلوا السند القبض قالوا خلاص بأول من يفتحوا الجوازات يرجعوا عن جسل من الجوازات لا تصوير لا التحقيق لا غرفة يعني التبصيم لا التأقد من الوثائق بدون أي شيء نعم عبدالصمد وضحت الفكرة اسمح لي أن أنقل كل هذه النقاط وكل هذه التساؤلات لمدير فرع مصحة الهجرة في تعاز الأستاذ منصور العبدالي شكرا لك عبدالصمد شكرا لك مرحبا بك سيد منصور مساء الخير لا يوجد أي استمارات لا يوجد أي استمارات الاستمارات إعطاء عند التصوير فقط لا تصوير أي استمارات هناك ناس يسرحوا من سخوش كنر من نقلوسهم ويعطوهم المواطنين يكذبوا عليهم كم يا ناس بقول ضحية نصابين العقد منصور العبدالي الذي يتحدث الآن أنا أحبق عبركم هذا الآن خليها قود الأمور على محمل القد شخص يقول له أن أعطي لك جواز ستين سنتين صور وأعطاه فلوسه تعالوا أنا أعطيك محاضر تحقيقات مليان من هؤلاء الناس السخطاء الذي يصدق نصاب في الشارع يقول له أعطي لك هذه الصور أنا أعطي لك منهم مليان أي شخص يقول لك يعطي لك جواز هذه الصور إدرانه أطلب عليك نعم سيد منصور لعلك استمعت لحدثه وقمت بالرد على جزء منه الآن سيد منصور يقول أن مواطنين أمام أبواب فرع المصلحة في تعز تم إبلاغهم أنه قد تم طباعة جوازاتهم ولكن لم يتم تسليمها ما ردك على هذا الكلام كما قلت لك أختي من يوم الثلاثاء نظرا للوضع الأمني والناس موجودين أمام الباب أمام حوش المصلحة الناس كلهم منتظرين الشجوازات فصعب الموظفين يدخلوا إذا دخلوا الموظفين بيقولوا شفتهم الموظفين يوقفوا علينا الجوازات ويدخلوا المنشتو نحن في وإعلام منفلة كل واحد يعفر على رأسهم لا يفكر هناك ناس تمديلات هناك ناس قرحة مرضى الآن نقدرنا نعمل لهم شيء هناك ناس من قد سلمهم معاملاتهم وسلمنا رسومهم ما سلمنا نكمل قراءاتهم لو سنفتحهم نعمل يقول لك كيف تشتغلوا وتوقفوا على الآخرين نعم سيد منصور نقطة مهمة لابد من توضيحها أنت هنا ضيف عزيز للتوضيح وليس للدفاع عنك أو عن المصلحة نحن نعرف أنكم تقومون بعمل بعمل جبار أنت هنا ضيف عزيز توضح للناس في ناس يستغلوا هالوضع لا يروح يضحك على ناس المواطن يجيب الشخص ما هو يعرف منه ينتحج يقول لنا موطة في القوضة ودعوا فلوسه ما يضع لنا نعم طيب أيضا شخص يدفع رسوم بدون سند رسمي قل له لا يدفع رسوم أو اللي بسند رسمي ولا لا يدفعش انتهى الموضوع استمارات استمارات لا يخرج لك استمارات لأي مكان يصورها وقال لهم هذه استمارات وبصمهم فينا يعمل هكذا مليان تعني أن كل هذا يحدث مع أشخاص من خارج المصلحة وليس من موظفين المصلحة من خارج المصلحة الآن بلغنا الآن الآن اللي هناك بلغنا أنه فينا سيكريبوا على الناس قلوا لهم العقل بيفتحوا الأحد بيفتحوا وانتظروا وانا بدخل ويأخذ منهم مبالغ ما دخلنا شخص إذا كان المواطن يصدق من هبة ودب ما دخلنا بيه قد علمنا وقالنا نحن موقفين حتى ترتيب العمل لوضع الأمني ومدير الأمن صرح تصريح رسبي وقال أنه تم إيقاف العمل لغلظا لترتيب الوضع الأمني نعم سيد منصور إذا بخصوص الجزئية التي تحدث عن ارتفاع الأسعار المواطنين كما كان في تصريحاتنا أن أسعار الجوازات مرتفعة عن السعر المحدد من قبل الحكومة هل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح أننا فيه سند رسمي يقطع ويدباس عمام المواطن ويعقد صورة منه أي مبالغ تدفع غير هذا على المواطن أنه يبلغ عنها إذا كان منضطف وإذا كان شخص خارج غير منضطف أنا لست مسؤول عن الإنسان الذي ينضحك عليه القانون لا يحمي المغفلين تمام سيد منصور الآن كما هو تم إيحالة أكثر من أربع أشخاص بسبب أنهم تقهلهم الأشخاص خارج اللي يضحكوا عليهم وقالوا موضطف الجوازات وأنا اسمي أجلوا واحد من الموضطفين تمام وضحت الفكرة بهذا الخصوص وضحت الفكرة عشرة آلاف دفتر من الجوازات التي وصلت لتعز حسب تصريحاتكم أنها استنفذت جميع الكمية ولهذا قمتم بإغلاق مصلحة الجوازات أختي العزيزة الجوازات العشراء العلاف التي وصلت كان فيه تضغط من المحافظة وتوجيهات خطية من المحافظة بعساس أن المحافظة على مدار التوقف الجوازات لمدة شهرين حصل ركوت في المحافظة بكل المقالات لأن الجوازات التي تشغل المحافظة تعج والكل يشهد بذلك الجوازات عندما تشتغل يأتيه صاحب المطعم يشتغل صاحب الفندق يشتغل يشتغل حصل خمور ركوت شهرين التالية نحن موقفين بسبب الوضع بعد أننا تأثرنا بسبب الوضع بعد حين توقف فرعد لأن يستطيعون أن يرسلون مقوازات فرعد هناك واقف بعد ما وصلت بعد أن وصلت العشر العلف هذه التوقيهات من السلطة المحلية أنه تبدأ نقول لهم ما ينفع سنبدأ ما بتكفيش قالوا وإذا خلينا بالنخزن سيقول سوق سوداء قد وصلت عشر العلف مرد سرخ للموضطين نحن بعقليات جاهلة لا تفهم الوضع اللي قائم إن وقفنا وكان نحن قال يبيعوها قالنا لهم قلاص الهاب ممكن نشتغل فيها على أمل أنه كان معنا وعد أنه يصل لنا 30 ألف بعدها مباشرة ويفتحوا فرعدان وتحل المشكلة الآن حصل أنه طالة المرحلة ما فتحوا فرعدان ولا ينقلوا للعدان ولا التعد العقبال الهائل اللي حصل لما نشوف أن نحن الناس اللي موجودين داخل المدينة نعم خلال اليوم الأحد والإثنين والذي توافدوا أيضا أعلمنا أنه العشر الألف لا تفكر اللي هو قال يزعادوا بصنع نازل والذي من نقل الامتهام نازل والذي من نازل نقول الكمية نفتها فنحن نغطي الناس اللي قد داخل داخل المدينة هذا هو الغرض نعم إذن العقيد منصور العبد وضحت الفكرة شكرا لأنه لو استمرنا نشتغل يوم الثلاثة والأربعة والخميس الناس بيستمروا بالنزول والإقبال إلى المحافظة ويعطي بك أكبر نعم وضحت الفكرة سيد منصور أشكرك أنك كنت معي في هذه الحلقة أشكرك لتجاوبك معنا وأنك كنت معي في هذه الحلقة للتوضيح العقيد منصور العبد المدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بيتعز كنت معنا بيتعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام الآن اتصل آخر من ألمانيا معنا بلال الغولي مرحبا بلال مزال خير مزال نور بلال أنتم في دول المهجر عندما تريدون الحصول على جواز سفر ما هي الإجراءات كيف هو الوضع معكم طبعا أنا عندي تجربتين عندي تجربة خاصة بي أنا أنا في ألمانيا طالب وعندي تجربة خاصة بزوجتي أريد أن أفعل لها لم شمل يعني أجيبها إلى ألمانيا تفضل حكي لنا التجربة طبعا الرحلة إلى مهرب حوالي يومين في السيارة ويومين ملاحق بعد عقل حار نخرج ورقة لجن نتخلص من وعث النقاط الأمنية 10 أيام في مهرب كل يوم كل يوم طابور يعني كل يوم يوم واحد نطوبر من الصباح حتى المغرب لأجل توقع واحد لأجل توقع واحد يعني الاستمارة فيها مثلا 10 تواقع أو 10 أشخاص المفروض يقعوا يعني توصل عند الناسب الأولى مع التوقع واحد واليوم الثاني ضروري أنك تطوبر من جديد 10 أيام يعني مجمع الخسارة في هذه العشر أيام 350 ألف ريال يمني 800 دولار والمشكلة أن الذين نزل إلى مارب هي زوجتي ووالدي فطلبوا منهم أنه ضروري يكون معهم وكال شخصيا اتواصلت مع القنصلية اليمنية في فرانكفورت أو في ألمانيا من شان التوكيل قالوا لي رسل صورة الجواز حقك أرسلتهم صورة جوازي قالوا ضروري أن تقطع جواز من جديد مش ممكن نعمل لك توكيل إلا عندما تقطع جواز صادر من مناطق الشرعية أو من القنصلية لأن جوازك صادر من صنع يعني زادوا عرقلوني أكثر من الحقل الذي أنا فيها نعم بقيت أنا أنتظر حتى يتعاونوا معي واتدخل وساطات يعني يمروا بموضوع الوكالة هذه يعني بعد شق النف بعد عشر أيام حتى يعني موقف مضحك عندما دخل الزوجتي تتصور للجواز تتصور دخل الزوجتي تتصور للجواز قد هي قد هي صورة أخرى من الشمس عشر أيام تحت الشمس قد هي صورة ثانية يعني يعني يقع لنا مشكلة في السفارة عند السافر عند يكون معها مقابلة صورة الجواز شخص آخر وصورة طبيعية شخص ثاني نعم بلال الغولي كنت معنا من ألمانيا شكرا جزيلا لك منصور العواضي من أب معنا منصور نضال نضال العواضي مرحبا بك نضال أهلا بك أهلا بك نضال مساء الخير تفضل أشكريك على إطاعة الفرصة للحديث عن هذه الخضية الشائكة التي يعني أصبحت مغنم ومزاد عالمي للسماسر أو تجار الحروب دون رحمة أو رأفة تجاه المواطن فلالمواطن قدر يعيش تحت هذه الظروف ولا هو الذي تم تسليل القروج من اليمن اليمن في مشكلة المشكلة يعني الآن لما نتكلم نضع كل الحمل على مصلحة الجوازات فهنا خطأ المشكلة جواز السبر أصفح وثيقة للأسف استخدمت كأحد أوراق الحرب لكن لا لم تأشع على أحد من هذه الأطراف فأحد الأطراف يساغر عبر مطار فن عام على المنظمات والأجانب طينما اليمن يمنع من السفر من هناك هنا هنا المشكلة يجب أن يبع حل جدري لهذه المشكلة برأيك ما هو حل الجواز أصبح وثيقة حرب على المواطن فقط الصباح بعد هذه السنوات لا أحد تضرر منها إلا نواطن نحن مثلا في المحافظات أربع محافظات إلى خمس كلها تسافر إلى مزينة تعجل أليس بقطع الجواز هنا مشكلة هنا نصدق ضغط الحلول كثيرة لدى البيئات المسئولية أينها أنه يجب المسئولية تامة تجاه هذه المشكلة من قبل كل الأطراف وتبجار هذه الأزمات بالإضافة إلى عادة فتف كل مكاتب الجواز كل جمهورية كأنها لنفس مشكلات الشعب ولا يجب قهمهم في هذا الجانب الميئس منه والحرب الميئس منها بعد هذه الفترة أنه يجب على أخذ العبرة أن الحرب هذه مطولة ويجب إيجاد حلول لكل مشاكل الشعب يجب دعم بالجوازات والمطارات والرواتب وما إلى ذلك ولكن تستمر الحرب ما شاءوا هنا مشكلة أخطب كريمة نعم شكرا لك نضال على المشاركة كنت معنا من عب نضال العواضي شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام معنا اتصال آخر من مأرب معنا خليل المليكي مرحبا بك خليل أهلا أهلا بك مساء الخير تفضل مشاركتك حول الحلقة للعلم نحن نتكلم عن الجوازات في مأرب أو ننتقل في مأرب وغيره هو للتحسين فقط من العمل حيث أن الناس يعدون معاناة شديدة على المسؤولين أن يضعوا أنفسهم في مكان هذا المواطن الذي معاني يوما بعد يوم وتزداد معاناة من كل اتجاهات وخاصة بحصول على وثيقة السفر وهو يحتي إما لمرض أو لغيره أو لجرافة فالواجب الآن هو على المصلحة العامة للجوازات بشكل عام أن توفق المناطق المحررة أو المناطق التي توجد فيها جوازات أو تعمل فيها المصلحة العامة للجوازات أن توفق لها الإمكانيات حتى تسهل المواطن أن يحصل على هذه الخدمة دون معوقات دون مشاكل دون أن يظل بشهر أو لأيام طويلة مسافرة من يبحث عن هذه الهوية نتمنى أن تصلح هذه المسألة وأن تحل هذه ظل المواطن يعاني وتزداد التوارس يوم بعد آخر نعم خليل أيضا كان هناك ربما تحدثت عبر منشور في صفحتك لتعرض بعض القاصدين فرع مأرب للحصول على الجوازات لمعاملة غير لائقة نعم يحصل هذا في كل مكان لكن هذا على الجهة التي يتبعها أوليك جنود أن تقوم بمراجعة من هذه الحراسة ومن هو الجاند الذي يقوم بإهانة المواطنين أو سببهم أو شتمهم أو ضربهم هكذا يتم في المصرح العام الجوازات لا يستطيع مواطن أن يسأل يندي أو أن يستفتن من شيء أو يريد أن تقول أو إن كان أي شيء من هذا القبيل يقابل بالرفض أو يقابل برغب الشدة ربما على الحم بالشاف ربما على الحم بالضرب فهذه إشكالية على الأقوات الأمنية هنا أن تراجع هذه المشكلة وأن لا تتكارن هذه المشكاليات كون الناس يبحثون عن حق أو لا يبحثون عن من فضل من أي شخص كان نعم إذن خليل المليكي كنت معنا من مقرب شكرا جزيلا لك معنا الآن منصور العواضي الذي ينضم إلينا من أب مرحبا بك منصور مساء الخير أهلا أهلا أستاذ أهلا بك منصور كيف هو الوضع عندكم ربما مغلقة مصلحة الجوازات في أب مصلحة الجوازات في أب مفتوحة طبعا ويتم أصدر جوازات المرضى يوميا هل يتم التعامل مع الجوازات الصادرة من مصلحة أب حاليا تنشي في المطارات فقط يعني غرض العلاج إلى مصر والأردن وغيرها ولكن مشاركتك منصور حول مشكلة الجوازات برأيك ما الحل لهذه المشكلة أنا أرى أن يجب تقنيبا السياسة عن خدمات المواطن الأساسية نعم الجواز هو خدمة للمواطن وما يحصل الآن هو ابتزاز للمواطن وبالأخص إب لأنها خزان المغتربين أبناء إبناء شغدين ما بين مأرب وشبوة وعدن وتعز هذا مدير جواز التعز الذي كان يتحدث قبل قليل هو بنفسه كان يحول معاملات لواحد صعب من إب يبتز المواطنين ويصدر الجواز بـ 80 إلى 100 ألف ريال يتم إصدار جوازات دون حضور المواطن نعم منصور بأي صفة تتحدث المعادي يخبرني أنك موطف في مصلحة الجوازات في إب أنا موطف في الإصدار العالي في محافظة إب أكمل الآن الراغبين في الحصول على جواز سفر في محافظة إب إلى أين يتوجهون للحصول على وثيقة سفر الأغلب يتوجهون إلى المناطق التي في سيطرة الشرعية لأن المدارات والمنافذ هي في أيديهم نعم إذن منصور العواضي كنت معنا من إب شكرا جزيلا لك معنا اتصال آخر محمد المخلافي من أين ينضم إلينا محمد من مصر معنا محمد المخلافي الذي ينضم إلينا من مصر مرحبا بك محمد تسمعني محمد المخلافي ينضم إلينا من مصر هل تسمعني محمد أهلا سهلا أهلا بك محمد تفضل والله الحال أصبحت مزرية جدا عندما نتحدث عن الخدمات التي افترض أن الدولة تقدمها مجانا للواطن في مختلف أنحاء العالم لكن حقيقة السلطات خاصة في مصلحة الضرائب بمختلف المناطق التي يتم ضارها في المناطق المحررة أصبحت تعامل مثل مع دفتر الجوازات رخيف الثمن وكأنه عبارة عن تجارة يعني حتى ربما نقول أنه لو سلطنا الضوء على محافظة تعز تعز عندما نقول أنها خالية من الموارد أصبحت تعز أفضل ربما من بعض المحافظات النفطية لأنه أصبح سعر الدفتر الجوازات ربما قد يتعد سعر البرميل النفط بحسب النشر اليومية للأسعار نتحدث الآن عن 100 دولار و150 دولار وإلى أن نصل إلى 500 دولار في بعض الحالات كما نشرت في بعض التحقيقات التي تتبعت الطرق السمافرة والموجودين على أبواب مصلحة الجوازات مدير مصلحة الجوازات بقليل عندما كان يتحدث مع المواطنين بأنه يجب أن لا يتعاملوا مع شك مع سماثلة غير رسميين أنا في اعتقادي أنه المواطن عندما يكون بحاجة للسفار بحاجة للذهاب للعلاج ما بين الحياة أو الموت بحاجة للحق بفيزا متعلقة بفترة معينة يكون في هذه الحالة مستعد أن يدفع ربما آلاف من الدولارات وحدث ذلك بعض المقتدرين ولا يمكن في هذه اللحظة أن نقول للمواطن أن يكون متعقلا تأكد من مصدر هذا الشخص ومن الفاتورة لأنه يريد أن ينجز مهامه لأنه تكلفة بقاءه في هذه المحافظة ربما قد يتجاوز تكلفة ما يتم دفعه للسمثار وغالبا هذا هذا السمثار لا يكون مرتبط بعصابة ماضية ربما قد تكون مرتبطة أساسا حتى بمجر المصلحة لأنه لا يمكن لمصلحة أن تتجاوز مثل هذه الأخطاء إلا بموافقة من رأس هرم هذه الموافقة عبر وسائل كثيرة يعني تندرج تحتها الكثير من الحجج الواهية مثل انعدم تواجد الدفاتر تأخير وصول الدفاتر مع أنه نعلم جيدا بأنه الجوازات كانت تصدر طوال الفترة التي تم الإعلان عنها عن التوقف يعني الطابعة مستمرة وعداد الأموال مستمرة يعني إرسال هذه الأموال إلى حسابات السماسرة وغيرهم من يقتفون وراها صحيح وأيضا حتى قرار الحكومة بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من منطقة سيطرة الميليشيا غير منطقي وفتحت الباب أمام كل هذه المشاكل محمد المخلافي كنت معنا إذا ما نتحدث عن الجوازات ما هي إلا يعني جزئية واحدة من أجزاء كثيرة نحن نتحدث عن مشكلة واجه من ينحاولون السفر لكن هناك خدمات كثيرة يتم استغلال المواطن من خلالها هناك إرادات كثيرة تصل إلى حسابات هؤلاء النصوص وهذه المافية التي يفترض أنها ربما تحكم وتقدم نموذة للمناطق المحررة والمرناطق الميليشيات الحوثية التي ربما أصبح العمل مسير فيها أكثر ثلاثة لأنه المصدر السرقة واحد ويعني المصلحة موحدة صحيح شكرا لك محمد محمد المخلافي كنت معنا من مصر شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام معنا الآن اتصال من شبوة محمد الأحمدي مرحبا بك محمد مساء الخير محمد مساء النور العافية مرحبا نصير كريم أهلا بك كيف هو الوضع في شبوة أهالي شبوة إذا أرادوا الحصول على وثيقة سفر من أين يحصلون عليها شكرا جزيلا لهذه الاتصالة من مناس وعلى تطرقكم لهذه المشكلة العويض التي نعاني منها نحن في محافظة شبوة لدينا فرع واحد لمصلحة الهجرة والجوازات وفي عظمة المحافظة في مدينة عسق أيضا الحصول عليه الحصول على الجواز نسبيا للذي يتجر بالأسبوع من الآن وذهبنا إلى عسق لكن المشكلة هناك زحام كبير على الجوازات يعني بوض ما يتصور العقل عندما ذهبنا وجدنا من ألفين لثلاثة ألف شخص موجودين من أغلب المحافظات من الحديدة من البيضة في مصرحة الهجرة والجوازات بالمحافظة طبعا لنا مشكلة يعني كبيرة في الحصول على الجواز صغر هذا الإزدخال نعم محمد لنالك إقبال على مركز عتق من بقية المحافظات المحافظة التي نعاني منها تدفق الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات إلى محافظة شبوة وهذا يسبب يعني ازدحام كبير أما لدينا مرضى لدينا جرح حرب لدينا الكثير من المواطنين وهذا استمرار لمعاناة أو يسبب استمرار كبير لمعاناتهم وصعوبة مصولهم على جواز هناك بعض السماسرة يتم استغلال بعض المواطنين لكننا من خلال المتابعة للمشاركين على قناة سهيل قد يكون أقل نسبيا لمحافظة تعز ويتحدث عن مئات الآلاف في مصطعة الهجرة في محافظة تعز بينما في محافظة شبوة قد يكون أقل في كثير من ذلك بينما يصل سعر الجواز من 10 إلى 23 ألف ريال في محافظة شبوة نعم وضع موصف للأسف محمد الأحمد كنت معنا من شبوة شكرا جزيلا لك شكرا أنك كنت معنا ضيف في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نذهب الآن لاستطلاع بعض التعليقات التي أتت على موضوع الحلقة عندما قمنا بطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض بعض هذه التعليقات ومعنا تعليق من صدام يقول الحرب بحد ذاتها كارثة لكنها كارثة جانبية تخص حياة الناس اليومية في اليمن يستغل تجار الأزمات ظروف الانقسام الصعب للبلاد ليحول معاملة الحصول على جوال السفر إلى صفقة مربحة ورحلة عذاب للمواطن اليمني أما عن دور وزارة الداخلية فهو لا يرتقي لمستوى المسؤولية تعليق آخر تعليق آخر من محمد عبد الله يقول أنك كمواطن متضرر من هذا العباث والفساد يظل مطلبي جواز السفر من الحكومة الشرعية فقط ومع ذلك تقف الحكومة عاجزة عن تحقيق حلمي وهو جواز السفر لسنتين أبحث عن هذا الحلم لغرض أداء العمرة وفي العام الماضي طلب مني أحد السماسرة في مكتب الهجرة والجوازات بتاعز 200 ألف ريال مقابل الحصول على جواز السفر كارثة عندما يصبح حلم واطني من الحصول على جواز السفر أبسط حقوق هؤلاء الناس تعليق آخر من غسان البديجي صديق البرنامج مساء الخريعة غسان وهذه تحية خاصة لك غسان يقول السلطة المحلية سرقت كل موارد تعز والآن جاء دور الجوازات لبيعها بالسوق السوداء يعني مقبرة ما ترد ميت تعليق آخر تعليق آخر أو تعليق أخير من توفيق يقول طبعا السبب الرئيسي هو عدم قبول الجوازات الصادرة من صنعا حيث كان المركز الرئيسي ومؤهل لاستيعاب أعداد كبيرة بحكم البنية التحتية الموجودة فيه والتي لا يمكن مقارنتها مع أي فرق آخر أتفق مع التوفيق أضف إلى ذلك إغلاق فرعي عدن وتعز كل ذلك أدى إلى مضاعفة الضغط على الفروع القليلة المتبقية والتي لا تملك القدرة على استيعاب الكم الهائل من طالبية الجوازات بسبب قلة الإمكانات ومحدودية الكادر الوظيفي الحل الجدري يكمن بإعادة فتح كافة الفروع بما فيها فرع الصدعاء أو عمل حلول مستعجلة تتمثل في مضاعفة قدرات الفروع العاملة وزيادة الكادر الوظيفي بما يلبي احتياجات المواطنين توفيق أختصر الحكاية كلها بهذا التعليق أورد المشكلة والحل وأختصر كل شيء بالتعليق شكرا لك توفيق اتصال آخر بين محمد القليصي من مأرب مرحبا بك محمد مساء الخير أهلا بك مساء الخير محمد برأيك ما هي السبب الرئيسي لمشكلة الجوازات في مأرب هل فعلا المصلحة غير قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من قاصدين مصلحة مأرب أم هناك أسباب أخرى أيضا الحقيقة أن مأرب أصبحت مصطة للقادئين إليها من أغلب المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات بالإضافة إلى مئات الآلاف التي نزحوا إليها خلال السنوات الماضية وكثير من هؤلاء يأتون سواء القادمين أو حتى المقيمين هنا من النازحين ومن أبناء مأرب يحتاجون لجوازات سفر هذا العدد الكبير والمتلسق على محافظة مأرب يقابل بآلية كانت معجة للتعامل مع عدد محدود من واطنين في محافظة مأرب التي كانت محافظة تانوية اليوم هذا العدد الكبير يأتي لشكل بغض غير عادي على مصلحات الجوازات المحافظة مأرب التي الحقيقة لم تعود هي المعنية فقط بحل هذه المشكلة ولا حتى السلطة المحلية بمحافظة مأرب فقط يجيب على وزارة الداخلية وعلى السكومة وقلول لمكتر هذه المعضلاء وناس تنفذ انقطارات طويلة من الطوابير يقومون هنا أيام أتابع في مدينة لا يتجد الساكن المقيم فيها السكن ناهي عن القادمين إليها والواسجين من محافظات أخرى والذين يعانون في السكن وفي المعيشة طبعا أن يتم التعامل مع كل هؤلاء الأعداد بالآلية التي يتم التعامل مع عدد كان محدود هذا غير منصف وخصوصا أن أربع سنوات مرات ولم تحل هذه المشكلة اليوم الأعداد تتدفق هناك خروع أغلقات معرب ما زالت تستوعب وتستقبل الطوابير تزيد الآلية كما هي يجب أن تباع الخدمة أن يكون هنا توسيع في الأماكن في الأجهزة في الكادر حتى يتم حل هذا الآن جانب مصمحات الهجاة والجوازات ربما عاملت على الحج من التلاعب والإبتزاز والمحسوبية في هذا الجانب لكن كل هذا لا يجب إذا لم يتم توسيع نطاق الخدمة لأعداد كبيرة جدا تأتي يعني اليوم المواطن يمني لا تطاع أن يعيش في بلده ولا هو لا قيل الجواز يخرج يعني لماذا تصبح الحكومة التي حبثت هرغ لا هي أطعمتها ولا يترك تساكل من خشف الأرض يعني يجب أن يعطى للمواطن فرصة القروج والذهاب والعوزة وللعلاق بالجراسة للعبادة والعمرة وغيرها يعني يجب أن يكون هناك خلول يعني أعزاد كبيرة مهولة لا تستطيع المصلحات الجوازات بالرغم أنهم يعملون يعني بحسب ما نرى ومتابع تقريبا 24 ساعة فيما تعلق بتوزيع الجوازات ووضع آليات يعني ربما تكون بسيطة يعني يحاولون يعني ووضع حلول لكن التدفق كبير يعني بشكل يعجز المطلحة يعني كل هذا العدد يعني يعني لا بد من حلول تخطي شكرا لك محمد صحيح وهذه تحية خاصة لكل موظفي مصلحة الجوازات في مأرب ولكل الجهود التي يقومون بها والتعامل مع هذا الضغط الهائل على مصلحة مأرب اتصال أخير من مروان عميران الذي ينضم إلينا من السعودية مرحبا بك مروان ختامه ومسك معك مروان حياك يا الله أهلا بك بخصوص الجوازات أولا شيء وشكرا على الإضافة أهلا بك بخصوص الجوازات نحن بأولا شيء ببالا أكثر نعالي من عدم موجود الجوازات وخصوصا بعد ما قفلوا جوازات عدم مقبل الحكومة حتى أضيف لكم شيء إنه معاناة الجرحة عندنا فضالة والله إن في جرحة أكثر جرحة ما استطاعوا أنهم يطلوا عجوازات يسفرهم للخارج صحيح رغم أنه من المفترض أن يكون الجرحة والمرضى لهم الأولوية في ذلك وحتى أنهم أولوية نعم المفترض هم لهم الأولوية الجرحة عندنا الجرحة الشهداء كل يوم والجرحة بمحافظة جبهات المشتعلة وهي الجبهة الوحيدة التي مشتعلة طوال العام غير الجبهات الأخرى وجرحانة أثرت جراحهم في البيوت وفي عدم والله ما استطاعوا يطلع جوازات يسفرون من الخارج بعضهم يسفر ابنه الجريح أو أخو أو أقريب له على حسابها الخاص مشلاقة جوازات الله المستعى هذا أنت الآن الحكومة عندنا تقفل مستطلحة الجوازات بعد أن يتعاقب مثلا طرف سياسي أو جماعة لا يتعاقب المواطن هذا هذا محضر عشرات الجرحة أقسم بالله عشرات الجرحة من ربما في البيوت ما معهم جوازات يسفروا بالخارج بعضهم عندهم عاقات بعضهم توفى ما استطاع أنه يطلع جواز يسفرها للخارج ثلاثة جرحة ثلاثة جرحة خلال أسبوع هذا توفوا مع جوازات يسفرهم للخارج طيب مصلحة من تقفل جرح يروح إلى تبوة أو إلى تعز والخطوط ما هي مستوحة الكارثة والمصيبة أن المسؤول الأول عن كل حل هذه المشاكل هو المتسبب بها وأيضا لا يكترث هو غير مدرك وغير مهتم لكل هذه المعاناة مروان عميران كنت معي من السعودية أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معي في هذه الحلقة شكرا لك مروان الآن مشاهدين الكرام نذهب لمتابعة تصريحات أيضا بخصوص هذا الموضوع محافظة مقصد للقادمين من أغلب المحافظات اليمنية للحصول على الجواز السفر ما يعني الآلاف من القادمين الذين يشكلون طوابير طويلة وينتظرون لأيام طويلة وقد تصل إلى أسابيع للحصول على الجواز السفر ما يعني خسارة كبيرة في ظل مدينة تزدحم بالسكان ولا تكاد يجد القادم إليها أن يسكن هذه المشكلة الكبيرة لا تعني مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب فقط ولا حتى السلطة المحلية هي مشكلة أكبر من ذلك هي مسؤولية تتحملها وزارة الداخلية بل أيضا والحكومة في ظل هذا الوضع الذي يعيشه المواطن لأن مصلحة الهجرة والجوازات في مأرب كانت معدة للاستقبال أعداد قليلة حيث كانت مأرب محافظة هامشية قليلة السكان اليوم هذا العدد الهائل والآلاف التي تتوافد على مأرب القطع جواز السفر يعاملون بنفس الآلية ونفس الأجهزة ونفس الموظفين الذين كانوا معدين لعدد سكان مأرب الأصليين يجب التعامل مع هذه المشكلة بروح المسئولية أكثر من أربع سنوات ومأرب تزدحم والقضية مستمرة والمعاناة أيضا مستمرة لم يتم حل هذه المشكلة لا ندري إلى متى يعني هنا يتضاعف عدد سكان مأرب وتتمدد المدينة لكن مصلحة الهجرة والجوازات ما زالت بنفس الحجمة وبنفس الكادر والطاقم إلا ما تم حل هذه المشكلة هي ستظل مشكلة تؤرق السلطة المحلية تسهيل هذه الخدمة المهمة أولا بداية معاناة الناس الراغبين في الحصول على جواز معاناة لا أستطيع أن أوصفها بالكلام لأنني أنا أحد الذين عانوا من هذه الإشكالية أصبح المواطن اليمني ينتكل من محافظة إلى محافظة في رحلة البحث عن جواز في متاهة يعني مليئة بالعكبات والصعاب يعني صحيح الظرف الحالي ضرف الحرب في البلد له الدور الرئيس لكن الإشكالية أعتقد أنها إذن مشاهدين الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أشكر كل من كان ضيف عزيز معي في هذه الحلقة وكل من تفاعل معنا بهذا الموضوع والشكر أيضا لكم موصول مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وهو لكم من زميل معد هذه الحلقة عمر النهمي نلقاكم على خير في حلقة قادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى